بعد مشاورات المارثانية شهدتها العاصمة فيينا حول إيجاد حل للأزمة السورية انتهى الاجتماع بجملة من نقاط التوافق والخلاف وفي مقدمتها تحديد الجماعات الإرهابية وغير الإرهابية التي تقاتل في سوريا بالإضافة إلى دور الرئيس الأسد بعد ثماني ساعات من المفاوضات انتهى الاجتماع الدولي الذي استضافته العاصمة نمساوية فيينا حول سوريا بنقاط توافق وخلاف على أن يعقد اجتماع جديد خلال أسبوعين من جانبه قال وزير الخارجي الفرنسي لوران فابيوس أن الأولوية في سوريا هي لمحاربة الإرهاب والجماعات المسلحة وفي مقدمتها داعش وجبهة النصرة مستبعدا في الوقت نفسه أن يكون للرئيس بشار الأسد دورا في مستقبل سوريا وفيما أعلن وزير الخارجي العراقي إبراهيم الجعفري أنه تم توصل إلى توافق حول ضرورة مكافحة الإرهاب والحل السياسي في سوريا أكد أن المحادثات أخفقت في الاتفاق على دور الرئيس السوري بشار الأسد في العملية السياسية وفيما أعربت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فدريكا موغيريني عن أملها في أن تسهم المفاوضات في إيجاد حل للأزمة أكد وزير الخارجي الإيراني محمد جواد ظريف أن بلاده تشارك في المفاوضات بدون شرط وأشدد على أن الحل في سوريا يجب أن يقوم على أسس مقبولة من الجميع إلى ذلك نفى مساعد وزير الخارجي الإيراني حسين أمير عبداللهيان موافقة تهران على مقترح يقضي بتنحي الرئيس السوري بشار الأسد عن السلطة خلال ستة أشهر المقبلة وشهدت فيينا محادثات موسعة وذلك بمشاركة سبع عشرة دولة بينها الولايات المتحدة وروسيا والسعودية وتركيا وعمان ومصر وإيران إلى جانب الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة